أنا عندي هدف أني قبل ما ييجي علي يوم واحد وواحد أو يوم واحد وثلاثين واثناشر أنا هخلص جزء كبير قوي من الحاجات اللي أنا مرتبة أن هي تخلص من المذاكرة والمراجعة بتاعتي أنت عارفة أن الولاد ما بيحسوش بقيمة التخطيط أو الهدف غير قبلها بيوم يومين لما لقي نفسي مزنوء وبابا مما اللي هي مفيش أمان منع الكتاب أنت عندك امتحان تاني يوم وبالعاية اللي قاعد فيه نار كده اللي هي بصي مين بيلعب مين بيشتري بصري وانا الوحيد اللي قاعد فما فيش تحصيل من اللي يعني هو مخهو مش فيه أصلا أعلا التفل ممكن مش بيبقى مقدر قوي قيمة الحاجة أو الهدف اللي هو عايزه يصله هو كل اللي عايزه أنه هو عايز أجازة عايز يلعب عايز يخرج مش عايز يتقايد بأي حاجة تدايقه ما هو تفل بقى بالزبط وده حقه جدا جدا ومش من حقنا كأب وأم نضغط على أولادنا بس ده دور الأب والأم تعالي أنت من بدري ما تستنيش لآخر الترمة أو لآخر السنة لأ من بدري اعملي نظام الجدول الإسبوعي ده بحيث الولد أو البنت ياخده أن خلاص إحنا عندنا آخر الإسبوع مثلا خلصنا جزء كبير قوي فهنيجي على قبل الامتحانات إحنا خلصنا كل الحاجات اللي احنا مفروض نعمله فده دور الأم أكتر من دور الطفل يعني هي تبقى جايد ليه كده أن هي بتمشيه هنعمل إيه وتبقى هي اللي بتحافظ على حتة أن إحنا داخلين على مناسبة أو على عيد أو ممكن تبقى مناسبة شخصية فرح مثلا عندنا لأ إحنا محتاجين الوقت ده ننبسط فيه لهي تبقى متضايقة أن فيه حاجة المفروض تحميلها ومع عملتهاش أو تبقى الآن على الولد أو البنت ولا الولاد يكونوا متضايقين أن إحنا مش عافين نستمتع بالوقت بتاعنا أو بالعيد بتاعنا نبعزين يوم ننزل نلف في اليوم لا أكتر نلف على لبس العيد عشان نشتريه ونرجع يزيني إيس لبس العيد عشان فرحانين بيه بالنسبة لبنات شهر ونص يلفوا لا والأطفال عموما يعني بابا وماما لو صغيرين الولاد هم من المكان ده لده فده بيضيع وقت غير طبعا اللي احنا قلناه في موضوع البيت والاحتفال وليف ولان ونروح عن البيت تيتا وجده لو أنا طفلي عنيد يعني هي فكرة لا وأنا مش عارف هل أضغطه الأباء والأمهات اللي بيضغطوا الولاد مفيش 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 سياسة المنع هل دي صح وخصوصا فوست أيام زي دي أعيد ولا تعامل مع العنيد ده إزاي حاب أقوله حضرتك هو ما فيش طفل عنيد هو الأب والأم هم اللي بيبقوا بيصروا أن الطفل يكون عنيد من ناحية إيه لو أنا ابتديت علي صوتي على الطفل وبتديت أكلمه بطريقة شديدة قوي الطفلة هلاقيه بيرد علي بنفس الطريقة فأقول إن الطفل ده عصبي طفل من حقه يعند بالمناسبة يعني إحنا ليه مش بنده يقول رأيه أو حتى يكون رأيه مخالف ليه ما يعند يعني يعني إحنا كتير بنبص لأولادنا كمان إحنا عايزينهم معدوم الشخصية عموان مش ده موضوعنا لكن موضوعنا برضو سكة القصة دي فيها لأن أنا ممكن تبقى الأم عاملة حسابها من بدري لأن بلاش يعني يبقى الإسبوع بتاع الامتحانات هو نفس الأسبوع اللي بننزل نشتري في لبس العيد ده اللي إحنا بنقوله من الأول إن إحنا لو في تخطيط جيد من الأب والأم هتلاقي الموضوع ماشي بسلاسة جدا يعني أنا ممكن قبل شهر أو أول 12 أو ممكن قبل كده إحنا عندنا يوم براحتنا أو ممكن بقى اليوم اللي إحنا مخليينه فري ده إحنا بننزل نلف على اللبس أحيانا كتير في أطفال مش من أول مرة بينزلوا يجيبوا اللبس فإحنا مثلا يوم الجمعة النهاردة هننزل نشوف اللبس ما لقناش أو جبنا جزء من اللبس الجمعة اللي بعدها لكن ما جيش في آخر وقت خلاص أنا محتاجة أجيب اللبس محتاجة أذاكر عشان الامتحانات قرابط محتاجة أحتفل بالعيد ونجيب الشجرة بتاعت الكريسمس يبقى كله في نفس الوقت طوال الساعة الأخيرة اللي يبدأ فيها كل حاجة بيحصل أن فيه ناس فعلا بتنجز في الوقت ده بس الإنجاز في الوقت الدي مختلف تماما عن الإنجاز المنظم الإنجاز المنظم لأ أنا عارف أنا هعمل إيه هجيبه إزاي هبقى أدرى حتى أضبط الحتة المادية أو الحتة المالية بتاعتي أني في آخر وقت ممكن أجيبي الحاجة غالية ممكن أجيبي الحاجة مش اللي هي دي اللي أنا عايزيها أنا هجيبها وخلاص عشان الوقت زنق علي فمهم قوي أني أبقى مخططة من بدري وده دور الأم والأم الشطرة اللي هتعود ولادها أن هم يخططوا لحياتهم حتى لو بشكل بسيط أسبوعي مثلا هيعملوا ده من هم صغيرين الموضوع ده هيسهل عليهم بعد كده وهما كبار حتى بعد ما يخلصوا الجامعة ويجوا يشتغلوا هتطلب منهم أن هم يعملوا خطط للشغل أو يبقى فيه بلان مثلا بعد شهر هيقدم إيه للشغل فلو همش بيعرف يعمل ده هيبقى فيه صعوبة قوي يعني إحنا كلمت الوقت مش بس عشان العيد لكن لو أنا بعود أولادي أنهم يعملوا خطة صح وكده هيسهل عليهم حياتهم فيه ما بعد كمان فيه أمات كتير بتشتكي أن إحنا طول الوقت بنذاكر لأولادنا طول الوقت قاعدين معاهم مش عارفين نعمل حاجة نفسنا لأن إحنا كل وقتنا رايح معاهم لو أنت هتتعابي شوية في السنين الأولى اللي هي أول سبع سنين لو أنت عودتي يعدي يذاكر مع نفسه وأنت بس بتبشري أو بتراجع معاه هتلاقي مع الوقت لما يكبر ويدخل سنوية عامة وبعد كده يدخل الجامعة لأ هو عارف يذاكر لوحد